في محافظة البيضاء قتل 16 من عناصر الميليشيا الانقلابية وأصيب آخرين في اشتباكات مع المقاومة اليمنية في جبهة قيفة وأكد مصدر الميدانية أن الاشتباكات اندلعت عقب محاولة الميليشيا الالتفاف على مواقع المقاومة في مدريتي الفريشية وولد ربيع وقال المصدر أن الاشتباكات تركزت في المنطقة الرابطة بين محافظة مأرب والبيضاء حيث تحاول الميليشيا الوصول إلى جبل نوفان الاستراتيجي الذي يعد أهم موقع في مناطق قيفة لإطلاله على المدريات الجنوبية من محافظة مأرب